اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيف تتواجه هذه المشاكل؟ يعني لصفت مني اطلع الحلقة حقيقة كتير تمانت لانه مش عارفين البلد لو ان رايح للأسف وما فيه خطة اقتصادية واضحة للبلد بس لما قلت لحالة يمكن هيدا فرصة تحكي عن شو ممكن العائلة شركة عائلية شو اهميتها بظروف الصعبة بالبلاد تسعين بالمئة اليوم من الشركات بلبنان هنه شركات عائلية وتعطي كمسلا صغير بيكتبوا هالشركات العائلية الكبار بيكتبوا عالم على كونستيوشن شو اهداف هالعالة هايتي؟ من اهداف عيال لبنانية الاستمرار بلبنان تشبس بلبنان هيدا شي بيكتب ويتعلم من جيل لجيل حتى لو قطعين بمرحلة صعبة اليوم نحنا اصحب شي اليوم الليل بتنامي متفكري حوالي في حوالي 300 موظف زيادة كيف هالأشخاص ممكن يستمروا ونحنا متعلقين بلبنان وبقين بلبنان حتى لو ظروف كانت صعبة لانه من امن لرسادة لبنان العالم ومن امن بالشعب اللبنان وبيطاقتو ومن امن انه لبنان اكبر بكتير من حجمه من هون انطلقنا بها السنة الدراماتيكية حقيقة شو ما نقول سنة سعبة كتير بس انطلقنا تنلاقي لها المؤسسة هايدي للموظفين بيشتغل فيها ولما استقبل لبنان ولنا لبنان عنده بلانس كوميرسيال نيجاتي كل شي بيستوردو لبنان شو ممكن لبنان يورد والطاقة الانترابرنورشيب والطاقة العقلية سأبديك ممكن توردية بلا ما تستوردية بالاساس لانه عنا حقيقة بالبنان علم بفوق العلم بالمنطقة ككل ومن ثاني مرحلة شفنا انه فيه بمنضوع الزراعة ونحن بعالم السيارات قبل يعطينا ناس بعالم السيارات بس اننا حالنا لا ما نبقى بالنفس الانير اكيد راح نحن نستمر ونكمل بعالم السيارات وحتى نتور عالم المتويات وعالم الترانس بيبليك لان اليوم للأسف ما في خطة حقيقة مطبئة ولكن تحشين به الموضوع ما حنستمر نحافظ على الوظائف وبنفس الوقت طلقنا مشروع اساسي ومشروع بالزراعة نحكي فيه بسيارة الحلقة اكيد انتب هلا انتو شو ناطرين من اقتصاد لبنان انت اليوم عندك هادي المشكل اللي هو شو ناطرين من ليبانون اف تومورو تبع البلد شو الاقتصاد لبنان شو ناطر منه كيف ناطر يساعدوا هيدا الشي يعني على لبنان حال لبناني يفكر كيف هو بدوا يساعد حاله لأسف لأن دولة غيبة ولبنان حقيقة عنده طاقات في لبنان وعنده طاقات خريج لبنان هون عدنا نشتغل عدة محاور لان نحكي عن موضوع الزراعة بالزيت الاراضي يبقى شي سعى واراضي يبقى منتجة من حوالي السبعة الشهر لما عمفكر شو ممكن هالعالي تجيب لها البلد قلنا حالنا لما منكوين بقلب المؤسسة فرع بيهتم بموضوع الزراعة وبدأنا نفكر بالموضوع وبعد شهر ونصف نفكرنا بموضوع الكورنشان وعندنا حالنا الكورنشان لازم واحد يزرعوا يهتم فيه يهتم ونحن نحن نبيعه مثل ما حسده يجب أن يحاولوا من خيار الكورنشان ويبعته للعالم ونحن نختصصين بأن نخلق برند وبعد شهر هي تصنيهم لمدقه وكاننا نحن نحن نفس المؤسسة ونحن نحن نفسه ونحن نصف ونحن نحن نقذ فرصة 3 أشهر، لكن الآن من العربية ودقناه ودقناه وضعناه وضعناه محدودة أوروبية تسمى بلين تاستيج وشفتنا النتيجة لبنانية مقارنة ببرودكت أجنبي ونبعدنا على المختبرات لنشوف إذا في قلبه، أشوف في قلبه بيّن معنا نتيجة كثير إيجابية بالنسبة للمواد اللي بقلب الكورنشون اللي هي تتطابق مع مواد الأوروبية لنممكن نس نخذه بره أو نبعد هنا كأكسبورت ومن ثاني مال بالتعمل لما عملنا بلاين تاستيج أصبح ثلاثة على ثلاثة أطيب من البروديو الأجنبي من هنا أفتكرت لحالي وقلت هذا المشروع يبدأ من سبعة شهر ونرى نتيجته بعد فترة سبعة شهر لنرى إذا كان المشروع في البروجيكت ناجح ونرى سيئد من كل ما نرى اليوم ناجح لأنه الياد العاملة بلبنان صارت أرخصنا الياد العاملة بأوروبا أو حتى بالبدلين العربية اليوم لذلك ممكن لبنان يتخصص بموضوع الزراعة بموضوع الصناعة إذا قدر يصنع لأنه صفى لبنان هب من الناس حاضرين وفي نفس الوقت العالم يحب لبنان وحبب بسيئة الحال نحكي عن الموضوع أشأسي لحقيقة نفرجينا قدي العالم يحب لبنان أشأسي نحكي فيها أنه نحن بكات خقوط بصار انفجار لبنان المزري واللي ان شاء الله ما يرجعين عاد على حتى بالأحلام ما يمروا دوركم كنتوا على الأرض مالكري أنه كان عندكم كمان يمكن خسارات كبيرة بالمستوضاعاتكم بالمحلات تبولكم بس قدرتوا مع أشأسي تعملوا امباكت بالطريق تخبرنا ما حدث عن المزبوط أكيد بأربع عقاب أول شغلة بفكر فيها الواحد كيف يساعد من بعد ما يكون رتب محلاته اللي تكسروا أو أول شي تشايفهم تاني يوم عبكرة دغري كل فريق العمل ساهم إن كان عنا أو خميم بجمعية الخيرية اللي كانوا بالجميزة وبهالمناطق هايدي ودغري من بعدنا فكرنا كيف فينا نجيب يساعدونا من برات لبنان اتصلت بأشأسي أنا رئيس خارجي أشأسي الليبنانيين أوكي وهالبورد عندهم ببريز طلبتون وانتلون كلهم كانوا دجا يبعدوا المساجات يسألوني عن البنان انتلون هالمرة بدنا مساعدتكم تعافي الليبناني هو تاني أكبر مساعد لأشأسي بالفونداشن ببريز واو ويدي أكيد خبرية جيدة للمشاهدين صح يعني الليبناني هو عادة للفونداشن للبوكس كولير للمنح المدرسي ببريز هو تاني أكبر جنسي بالنسبة للمساعدات من بعض فرنسا يحبون الليبنانية ببريز واللبناني أعطى كثير لفرنسا التليفون ضغري هجوم مساعدات يقول لك كيف يمكننا نساعد أول شي في ستين ألف خريج أشياء في العالم لبناني وغير لبناني ممكن نبعط لهم إيميل انه يساعدوا جماعيات لبنانية وخاصة مثلا ستة سبعة انتو بتنقون جمعيات لبنانية لكم ساقة فيها ما في ربع ساعة كان إيميل حضرهم بعض ستين ألف خريج بالعالم واجهنا إيميلات كثير من ساعد وجمعيات على الساكت من برات لبنان تاني شغلة فكرنا باللبنانية اللي هنا على الكامبوس ببريز وما قدرين يدفعوا وصوتاتهم من وراء المشاكل المصرفية ضغري بزرف خمس تيام خلق أو فون ببريز عبوا من مساهمات غير لبنانيين ولبنانيين تساعدوا اللبنانيين اللي موجودين ببريز وفي عدد كتير كبير تساعد بالنسبة للوجماء والسكن وبالنسبة لشأفة مهمة من مصاليف السنوية شغلة الثالثة كيف نساعد اللبنانيين رجال ونساء الأعمال الناشحين باللبنان تكفوا نجاحا أو حقيقة أن تشوفوا الضو يعني ببارد ينين شوفوا هذا الضو تلفنوا من التعليم العالي في فرنسا وقالوا لبنان ستة مستر كلاس على هال منضوع بالزيت تنقارن كيف طلعت بولندا من مشكلتها كيف ينين قدرت تخطط مشاكلها وشو كانت مشاكل أرجنتين اللي ما قدرت من مشاكلها مع كل الدعم الأيام في الإجراء كنا نفهم كيف هالشي عم بيصير كيف شركة ممكن تستمر بالأوضاع الصعبة وطلقنا ستة مستر كلاس وانا اتفاجأت بعدد الناس اللي شاركوا يعني كان عنا أربعمائة وخمسين خمسمائة شخص كعاكل كورس حتى لو كانوا هون أزمة طويلة كبيرة كتير كانوا يتساجلوا يحضروا الكورس يسألوا السؤالات يسير فيه ردة فاعل وحديث ومن بعد كل سورش يجينا مساجرات من لبنانيين يقولوا واو تعلمنا شي جديد الليوم دونك خلصوا هالستة مستر كلاس اللي كان خلص إخوة وفاكرين تعمل شي جديد هدا هدا هدفنا ركز على مشروع طلقنا من سنتين ونص وانا حقيقة هدف انو هالأشوم ما يواف اللي هو؟ اللي هو خلقنا بلبنان كورسز لا تلميذ ماستر كلاس عالسين ونص برية الأعمال نا الليوم نحنا بيحاجة لادماغ الشاب أو الشتابية لبنانية اللي حب حقيقة تشارك بموضوع إعادة تموضوع اقتصاد اللبناني بالعالم وهنا استمرنا بأيلول هالسنة لأنه كان في أزمة كتير كبيرة في 14 تلميذ تسجلوا وهو تلميذ كلهم تسجلوا بالإزاء بالتعاون مع أشوسي ببريز سجلوا بالإزاء وبلشوا بأيلول يتابعوا الدراسة مع أسادزة من لبنان ومن أشوسي من بريز يخلقوا شركات جديدة ستارتوبس بنواحي ممكن اللبناني حتى لو في أزمة كيف ممكن يساعد بلده يخلق شركات جديدة تيسوي المشروع اللبناني للعالم اليوم أنت كفاميلي بزنس وعندك من عائلة عاشت كثير زمن كبير بالبزنس وهيك شو بتنصح المشاهدين هلا وشباب والصبايا أو خلينا نقول كمان مثل ما كنت عم بحكي بأول الحلقة على الانتخدوكسون أنه الحلم يمكن فيه رجال كبير عمره خمسين سنة اليوم أو ستين خسر عمله وضع الوضع البلد كيف فينا نعطي أمل فيه يبلش يشتغل من شيء صغير كأنه بعلقاء الإكسبرينسات تقطع فيها أنه لا فيهوا اللبناني على الأرض يضلوا يشتغلوا حلمه ما يوقف بمحل ما يعني كيف فينا نعطيهن هذا القوة والبوش ببالك بعد كالشي عم تعملوه أنتو وعم بتتساعدون يعني السؤال كتير صعب اليوم أدما نتنبش بالحلول الحل الأساسي هو إعادة 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 بالعربية بتساعدين بالكلمة أنه الدولة عليها أن تقوم ب في الترتيب بالبيت الداخلي وهذا الشيء لحد التاريخ اليوم يحكو فيه من باريز واحد لباريز اثنين لباريز ثلاثة لسادر وهذا الشيء ما عم بيصير للأسف إذا اليوم الواحد بدوا تطلع لبنان من مشكلته ما في تطلعه بلا الأياماف يعني سندوق النقد الدولي وسندوق النقد الدولي عنده شروط يعني الكهرباء عم تكلف مليارات للدولة حجم القطاع العام كثير كبير مقناعة بقطاع الخاص موضوع الفساد اللي هو مستشري بالدولة يعني حقيقة في كتير موضوع هذا بدا حل الوحدة بدا نعم لا ممكن ممكن نحكي عنا بس لا يوجد حل الوحدة لا يوجد حل اقتصادي وهذا الشيء ليس نحكي من صالب بتشكيل حكومة كثير سريعة من الاختصاصيين اللي حقيقة يقدروا يعطوا لهالبلاد وفي كثير لبنانية حقيقة حبين يشتغلوا بقطاع العام في كتير ناس قروا انك معقول تفوت بهذا الدمان أبدا من هون نفسر للعالم أودا هيدا تعملوا شخصي من ده تحسو كأن مسؤوليتك للبلد أكتر من أنه يكون لك دور تعرفي عنا مسؤوليات كتير كبيرة بقطاع الخاص هلأ نحنا وعنا مسؤوليات موظفينا عنا مسؤوليات كل التعهدات اللي عملينا مع الخارج نقوم فيها ونحن كعائلة ما نشتغل بسياسة نشتغل بسياسة القصادية الشركات نساعد فيها نساهم بالمجتمع لأن هي واحدة من الخلوث الكونتوشن تابعنا إن كان أخويا أنتوني وطوم وأنا كل واحد منا بخصص بمجال المساعدات أنتوني بموضوع محاربة كل شيء دروغز أنا بموضوع الكسارات الأطفال بموضوع التربية يعني نتعلم منكم أنه بزنس فاميلي هو رسالة أكتر من أن يعمل بس بزنس هذا قدي حلو وفخر أنه يكون في بلبنان فاميلي بزنس عم بتقدم رسالة مش أنه هدفه بس الربح المادي بالعكس الربح المادي عم ترجع بتحطه بمحلات يمكن ما عم بتردل ربح مادي عم بتردل ربح معنوي واجتماعي يعني فاستسمع بيكون اجتماعي أكتر كماني أنت تعطيك الفيجر بسنين المنزين بالعشر سنين المنزين كنا نعم نشتغل فيهم نحنا وصلنا بالبنان أخوي وأنا بعد ما درسنا بالخارج بين 2004 و2007 كانت المؤسسة حوالي الوالد سلمنا إياها كتير سوليد بس كنا نعم كنا كنا 21 موظف وكان الأفريج إيج بواته 39 سنة بالمؤسسة اشتغلنا أخوي وأنا على فترة 15 سنة تنكبر المؤسسة كبرناها بطريقة كتير علمية بس من 21 موظف أخبرنا على 300 موظف من الأفريج إيج يعني يعني العمر متوسط 39 سنة نزل على 24 سنة يعني جددات المؤسسة دخلتوا دمج ديت وباقي الأشخاص اللي كانوا مع الوالد موجودين بعضهم معنا هن ركيزة المؤسسة يعني الشركة العائلية ما بتفكر لسنة لأقديم لسنتين لأقديم تفكر لعشرين سنة لأقديم خاصة إذا الشركة اللبنانية وتحب لبنان وعشاء لبنان لبنان قطع بظروف كثير صعبة ولكن أنا لما أشوف الناس حقيقة عم يستمروا رزيلينس اللبنانية عند إيمام لبنان لأنه لبنان محموب من العالم لكن على لبنان يساعد حاله اليوم مثل ما قال جاني فلدريان أيدوا أيدوا لكيكم زادوا ساعدوا حالكم وهذا الشيء يبدأ بالريفورمز وهذا الشيء المطلوب اليوم من الدولة في كثير ناس يمكين بيعرفوا في كثير ناس يمكين ما بيعرفوا أنوا كنتوا من الناس اللي ساعدوا بوقت الكورونا وكان في الكنفينما اللي قعدنا فيه أنوا كان عندكم دور رسالة من الشركة اللي عندكم يا هي شركة السيارات درتوا توصلوا رسالة تانية للنيرس بالأوبيتال أمنتوا لهم سيارات يروحوا يوسطوا خبرنا على هذه كيف صارت كيف طلعتوا بالقصة مبادرة كيف طلعتوا بالمبادرة كيف طلعتوا بالفكرة أنوا اليوم أنتوا حطيتوا البزنس تبعكم تحت خدمة ناس عم بتساعد ناس ويمكن أكلفكم وقت كلفكم مصارية وكلفكم يمكن تحطيتوا حالكم بخطر انوا عبطاتوا لناس عم بيتعاملوا مع ناس معهم المريضين كورونا ليس عايب بس انوا يمكن هاي عالصحة شوي خطرة خبرنا على المبادرة أكيدة نحنا لما الوايف الأولى تبع الكورونا هلأ نحنا بالوايف الثانية حقيقة بدعي كل الناس تنتبه كثير على الموضوع لأنه موضوع من مسح أبدا بالوايف الأولى كنا خلقنا أكيب صغيرة لتعيم إننا حالنا في عنا عشر أشخاص بالمؤسسة من وراء التدهور الاقتصادي ما عم بلاء وبقى وزيفة العيلون خلقنا أكيب تعيم لك علمني هون على التعيم وكل شيء كل شيء تنعاقم السيارات اللي كنت عم تيجو على الجار لا عنا من ثاني ميل كان عنا سيارات بالرنتي كارت تابعنا موجودين تعرفين لما درب الكورونا ما كان في بقى سواح ما كان في بقى طلب على سيارة الأجار وكان عنا ستوك سيارات توقفي موجودين قدامنا كمانا لذلك هذه المساعدات موجودين قدام عيوننا وحرام وقفة إذا فينا نساعد فيها المجتمع من هون دور العائلات صح من هون عن جد يعني في القلب بيحكي مش بس العقل بس لما القلب بيلاقي العقل تغرب تمشي بالمشروع تلك الكتير كانت حلوة كنت قاعدين أنا وخيي والفريق الهمال وعم نفكر كيف لازم نساعد وطلحوا أربع خمس أفكار بس الفكرة الأساسية كان خلنا نشوف شو موجود عنا تنساعد في بشري لاينا في فريق أبعائم ولاينا في سيارات موجودين بالفليت تبع رانتكار وبيان معنا أنه النورسز اللي عم بيروحوا يجووا عشغلهم ما عم بيرو يستعملوا سياراتهم من مال لأنه عيالهم عم تستعملون ما بدون ينخلتوا ينخلتوا وبحاجة لها الشي بقى ترىت فكرة من الفريق أوفرنايت دغرة تنفزت ونحطوا كل السيارات وإجاننا فوق الألف طلب كانت النورس تستعمل سيارة شهر جمعة وعندما تخلص من استعمالها وعندما تعودها تردها نورس تاني اتخذها وكنا نساجل كل الهجمات وهذا الشيء يبقى على فترة شهرين لوقتها مع الوايف وفت صح وكانت نشحة من هون هذا الشيء حقيقة لا نحب نحكي نحن باللي من نعمل لا بس بلعب حلو نفرجي ونعلم يمكن الشبيبة الجديدة اللي طالعة أنه لما نصير عندهم بزنس هنين عندهم ندور رسالة ليس بس يعملوا بزنس وهذا الشيء فيهم يتعلمون من شركات صاروا رمز يعني انتو شركات تستوردوا سيارات اليوم صرتوا عندكم بقتين منا عم تعملوا بزنس تعملوا تعملوا تطرعوا لبرا وتفرجوا سورة لبنان بطريقة تانية من وراء الأكليكولتور تبع البلد هيدا الشيء رسالة أبدنا نقول رسالة الأساسية بس عملنا هالبروغرام مع النورسز نحنا لاتساعدنا حدد محدود السيارات معنا 20 ألف سيارة ساعد عدد النورس الموجود أول ما طلقنا المشروع دغري الناس بتحبنا وبتعرفنا تصلت فينا من غير شركة تأجير نحنا حابين نضم للحملة سمينا الحملة وقت سيارتنا لكم وضموا كذا شركة أجارين فوق العشرة كل النقابة حتى نضمت تنطلق المشروع حتى الوزير بوقت سياحة وهو وسيعة لأجار السيارات دعم المشروع وكل الشركات لأجارة نضمت لها المبادرة مخصيب بوقوا قبل ما نختم الحلقة بتحب تقول شي للمشاهدين توصل رسالة أكيد أكيد أنا أول شي بدي أشكرك كيستيل على جهزك بأنه توصلي صوت أمل حتى لو كانت الأفاق كثير نيجاتيف اليوم البلد رح يكون بحالة أحسن مع ناس مثلك ومثل شركات حقيقة عم تدخش لقدام مع أنه في صعوبات كبيرة المساج هو اليوم لرجال السياسي حرام كمان الشركات العقلية والأشخاص في لبنان يفتقوا بعض أمل زيادة حتى خلافتكم على جنب إذا تريدوا حتى خلافتكم على جنب لأنه خلافتكم على جنوب حتى خلافتكم على جنوب لأن العالم يجري أن يساعد لبنان ومشكلة تبنانة صغيرة كمشكلة العالم يعني بالعالم اليوم تابعين عشرين ألف تريليار دولار بين أمريكا وأوروبا تساعدوا بموضوع الكورونا مشكلة تبنان مئة مليار شوفوا حجم لبنانة صغيرة للعالم إذا اللبنان نحط على السكل المظبوطة العالم ستجل عنده ولكن الفرصة الصغيرة لا لدينا وقت كثير لأن العالم سيخسر السقة إن شاء الله أسرع وقت ممكن وأنا من هون بدي يوصي الرسالة كمان نتعلم من شركات مدرسة صاروا بطلوا بس شركات صارت مدرسة عم تعطي رسالة وعم تعطي يمكن أمل للشبيبة تانية وعم تعطيهم يمكن وعم تخلقوا وظائف عمل ومعهم تتعمل مستحيل أن تحافظوا على الامبليئيز اللي موجودين ولبل تعطوهم جوب تاني ولبل بعد توصفوا إذا في مجال توصفوا بحب تشكركم شخصياً وعند من مريم تيفي حتى ونحن نرجع نستقبلك بحلقة تانية إن شاء الله وتخبرنا وينصر مشروع وكيف العالم حب الأكريكولتور تبع لبنان وبلكي منشجع العالم إبال شوف رامساموار ودايما في أمل أكيد رائع علي مرتشب شبلك معي في عسل أو مرتبين هذا المشجيع أعزان المشاهدين إن شاء الله استمتعتوا بهذه الفقرة بريك وريجاين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر